إن الأزمة الإنسانية تقادرة على أن تقلب عالم الطفل رأساً على عقب وفيما يواجه الفتيان والفتيات مخاطر أكبر غالباً ما ينفصلون عن الأشخاص الذين يقدمون لهم الحماية والأنظمة التي يفترض بها أن تحميهم وعندما لا يعالج العمل الإنساني احتياجات الحماية لدى الأطفال بشكل ملائم يمكنه أن يعرضهم عن غير قصب لمخاطر أكبر من الإساءة والعنف وبما أن الأطفال والعائلات يتأثرون أكثر فأكثر بالأوبئة أو الكوارث أو النزاعات تبرز الحاجة فوراً وأكثر من أي وقت مضى إلى خدمات إنسانية ذات جودة وخاضعة للمساءلة إن المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني أو باختصار المعايير الدنيا لحماية الطفل تحدد مبادئ مشتركة وإجراءات مهمة للحفاظ على سلامة الأطفال من الإساءة والإهمال والاستغلال والعنف ولدعم رفاههم بشكل كلي منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2012 تم استخدام المعايير الدنيا لحماية الطفل من قبل أكثر من 74 ألف شخص في أكثر من 50 بلداً فساعدتهم على تحسين نوعية تصميم برامج حماية الطفل عند النشوء أزمة خلال السنتين الماضيتين جرى العمل على مراجعة وتحسين المعايير الدنيا لحماية الطفل استناداً إلى أحدث البراهين والأبحاث والتجارب الميدانية للعاملين في مجال حماية الطفل ومقدم الرعاية المعنيين والأطفال أنفسهم يشكل إصدار عام 2019 مورداً شاملاً حول النهج الأكثر فعالية لحماية الأطفال في الأوضاع الإنسانية ويمكن تطبيق هذه المعايير الدنيا في مجموعة واسعة من السياقات من أوضاع أزمات اللاجئين والهجرة المختلطة إلى تفشي الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا كوفيد-19 ويركز الإصدار الجديد على أهمية المعايير الدنيا لحماية الطفل من خلال التشديد أكثر على شراكات مع الجهات الفاعلة المحلية والمساءلة أمام الأطفال والوقاية من الأذى في مجال حماية الطفل وإدماج الأطفال لكلهم لازيما الفتيات والأطفال ذو الإعاقة تتوزع المعايير الدنيا لحماية الطفل ضمن أربع ركائز 1. معايير لضمان استجابة ذات جودة في مجال حماية الطفل 2. معايير حول مخاطر حماية الطفل 3. معايير لتطوير الاستراتيجيات الملائمة 4. معايير للعمل في جميع القطاعات توفر المعايير الستة في الركيزة واحد نهجاً مراعياً لحماية الطفل لمكونات تصميم البرامج الأساسية بدءاً من التنصيق ووصولاً إلى إدارة المعلومات 4. وتوفر هذه المعايير تشديداً كبيراً على مشاركة الطفل المدمجة 5. والمساءلة أمام الأطفال 6. بما في ذلك حمايتهم من الإساءة الجنسية من قبل العاملين في المجال الإنساني 6. خلال الأزمة الإنسانية 7. تزداد مخاطر حماية الطفل 7. بما أن الأطفال يصيرون أكثر قابلية للتعرض للعنف 8. والاستغلال والتهديدات الأخرى 8. وبعض الأطفال يواجهون مخاطر متعددة في آن معاً 9. توفر المعايير السبعة المتداخلة في الركيزة 2 10. إجراءات لزيادة مرونة الأطفال وعائلتهم ومجتمعاتهم المحلية 10. من خلال العمل على إزالة أو تخفيف المخاطر التي يواجهها الأطفال 10. إن المعايير السبعة التي تتألف منها الركيزة 3 10. مبنية على النهج الاجتماعي الإيكولوجي 11. الذي يبرهن كيف أن الإجراءات على مستوى الطفل والعائلة والمجتمع المحلي والمجتمع ككل 11. يمكن أن تقوي بشكل منهجي حماية الأطفال ورفاهاهم 12. على سبيل المثال 12. يستعرض المعيار 15 مجموعة من النهج الجماعية لتلبية احتياجات الأطفال النفسية الاجتماعية 13. في حين أن المعيار 16 يوفر إرشادات لدعم الأهل ومقدم الرعاية والمساعدة في إبقاء أفراد العائلة مجتمعين 13. ما من قطاع يملك بمفرده المعارف والمهارات والموارد كي يستجيب بشكل كامل لاحتياجات حماية الأطفال 13. على هذا الأساس، وانطلاقاً من اعترافها بقيمة النهج المتكامل 14. تقدم المعايير الثمانية في الركيزة أربعة 15. الإجراءات الدنيا لتصميم البرامج المشترك بين القطاعات في الأوضاع الإنسانية 15. فالمعيار 23 يقدم إجراءات أساسية لتقوية التعليم الحمائي والدامج 16. إلى جانب الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي ونوع الإعاقة 16. أما المعيار 24 فيقدم إرشادات حول التعاون في أوضاع الأمراض المعدية 16. وتتضمن كل ركيزة مقدمة مفصلة تبين النهج الأساسية 16. وكيف أن الركائز تتكامل فيما بينها لتقدم تصميم برامج شاملاً للأطفال وعائلاتهم 17. أما كل معيار فيحوي إجراءات أساسية وملاحظات توجيهية 17. ومؤشرات واقعية وقابلة للقياس 18. ومراجع أساسية للمزيد من الإرشادات 19. وقائمة من المعايير المتصلة لتعزيز تصميم البرامج الشامل 19. وتأتي الرموز لتبرز مسائل متداخلة 20. مثل أوضاع الأمراض المعدية واللاجئين 21. وسياقات النزوح والهجرة والصون والوقاية 21. من خلال وضع المعايير الدنيا لحماية الطفل 22. في متناول كل جهة فاعلة في المجال الإنساني 22. سيحضى المزيد من الأطفال وعائلاتهم 23. بالدعم الذي يحتاجون إليه للتعافي 23. وبناء حياة آمنة وسليمة 24. ترجمة نانسي قنقر شكرا